السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكونوا بخير وكل سنوات وطيبين ورمضان كريم على الكل بازن الله يرايكم في الوردة بتاعتنا الجميلة دي يلا مع بعض نشوف عمالناها ازاي وقبل منبتدي عايزين لايكات كتير كتير واشتراك في القناة يلا نشوف عمالناها ازاي بسم الله هنبتدي في المقدير بتاعتنا ايه مقديرنا بسيطة جدا معانا ثلاث كوبات دقيق وربع كوبات زيت وباكو خميرة فورية والملح خلاص يلا مع بعض هنشوف هنعمل ايه هحط الجيء بتاعي التلات كوبايات في البولة بتاعتنا وطبعا الكوبايات ما تغيرهاش هي هي نفس المقدار في الكوباية خلاص وهنحط النص معلقة ملح وهنحط باكو الخميرة الفورية كله انا بحب احط الخميرة على الجقيق بديديها طعم ونكهة احلى واحلى لما تتحطها في المياه هنبتدي احط معلقة لبن بودر مهمة جدا وهقلب كل المقادير كلها على بعض وحط معي بقى نص كوباية الزيت ما تحطي السمنة لا حطي زيت بتبقى خفيفة جدا وهشة جدا جدا شايفة مكونات بسيطة جدا على الاخر ومتاخدش منك وقت وفي نفس الوقت الطريقة بتبقى حلوة جدا والطعم اروى واروى هحط معي كوباية مياه طبعا هحط مياه مش هحط لبن عشان هحط قبل كده معلقة لبن بودر وهقلب كل المقادير كلها على بعض بالمعلقة وبعد كده هعجل بايداية طبعا انا حطيت نص كوباية المياه عشان عايزة احط كلها عشان بيبقى فيه انواع دقيقة بتختلف من النوع لنوع وهبتدي احط بقى المياه كلها هي محتاجة خلاص نص كوباية تانية وهعجل معي العجينة لحد ما تتماسك معي وهدنا خلصنا خلاص عجل العجينة بتاعتنا هحط نقطة زيت بسيطة وهغطيها ربع ساعة لحد ما تخمر ويلا نشوف هنعمل ايه هنحضر بقى الحشو بتاعنا احنا جايبين جبنة قريش وجبنة تركي بشرينها ومعانا نعنع بتبقى طعمها رائعة جدا جدا احلم الجبنة المزرلة الف مرة وان شاء الله تجربيها بالحشو ده هتعجبك جدا جدا والكمية بتبقى كبيرة لان الجبنة القريش معاية بتدينا الكمية اكبر وده الحشو بتاعنا خلاص كده خلاص يلا بقى هنشوف هنعمل ايه من الوقت العجينة بتاعتنا خلاص شايفة خمر ازاي وماشاء الله معايا حلوة جدا هتجي بقى نشكل العجينة ويلا نشوف هنعمل ايه جبنا طبعا التابلية الزغيرة بتاعتنا ورشينا هدقيق وننكور العجينة كور صغيرة ويلا هنشوف العجينة شكلها ازاي شايفة منظر العجينة بتاعتنا رائعة وهبتيجي اعمل العجينة بتاعتنا كور صغيرة زي ما انت شايفة كده وهخلص كل الكمية قدامي وهبتيجي بقى امسك واحدة واحدة وافردها شايفة العجينة بتاعتنا بتوعانين زي. وتسمكها نفس السمك ده ما تقدريش عشان تبقى شتخينة معاك وتبقى هشة. وحطينا الحش وقفلناها. زي القطيف كده بالزبط. وحضرنا خلاص كل الكمية بتاعتنا. وخلصنا خلاص زي ما اتفقنا الكمية بتاعتنا. شايف الحشو بتاعها لازم امليانة. عشان كده حطينا الجبنة القريش. بديديني كمية اكبر. اول حاجة احنا محتاجين سبع وحدات من الشكل ده. هقولك ليه حطينا سبع وحدات الاول. اول حاجة حضرنا بقى الصينية بتاعتنا. بيكون السمك بتاعها مش مرتفع. وحطينا ورقة الزي. وده هنها بالزيد. همسك اول واحدة من المعجنات بتاعتنا بالشوكة. وهفردها كده. الشوكة اساسا بتوسع العجينة. فانا عايزة المعجنات بتاعتنا تبقى اول سبع وحدات يكونوا كبار جدا. خلاص? يعني الشوكة بتخلي العجينة تجبر. شايفة شكلها? همسك اول واحدة وحطها على حرف الصينية. وتبقى كده بالميل. يعني ايه وقفها? خلاص? وحط التانية وراها. شايفة الشكل ده? وحط التالتة وراها. يعني حط كل واحدة ورا واحدة. زي ما انت شايفة كده بالشكل بالزبط. واول دائرة بيبقى سبع وحدات. والدائرة اللي وراها تبقى ستة. خلاص? بس اهم حاجة. الدائرة اللي وراها تكوني موقفها شوية. مش ميلة. لا تخلي المعجنات مرتفعة. شايفة الشكل النهائي بتاعنا. وتالت سطر يبقى تلات وحدات بس. وطبعا اللي في النص عملنا كورة. عشانيها طبعا. وحطناها في النص. وطلعت لنا شكل وردة جميلة جدا. ومعجنات طعم كمان رائع رائع رائع. مش الشكله بس. هي طعمها فضيعة. وجبنا بضاية. كسفار بيضة. وحطينا معلقة لبن. وحطينا نقطة خل بسيطة عشان الزفارة. وابتدي ادهن بقى كل المعجنات او الوردة بتاعتي. عشان ديدينا اللون الدهبي الجميل قبل ما تدخل الفرن. وطبعا احنا مولعين الفرن على درجة الحرارة 180 قبل منشتغل خالص. وهندخل على الفرن ربع الساعة تلتي ساعة. تاخد كده تستوي. وبعد كده اولع الشوية. تاخد اللون الدهبي. وهتشوفي احلى معجنات. والطعم رائع رائع رائع. غير الشكل فضيع. طبعا جبت حبة البركة. هحطها في النص الاول. نص الكرة. والحروف بتاعة الوردة بالسمسم. حاجات كده خفيفة. والمعجنات دي بتبقى حلوة جدا. انا العجينة بعملها في كل الحلويات. الحادق والحلو. بنفس العجينة بتطلع لك اشكال وانواع رائعة. ودي شكل الوردة بتاعتنا. كل سنة وانت طيبين. ويا رب ان شاء الله تعيد. وده شكل الوردة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. ما شاء الله ريحتها مالية المكان. وفزيعة جدا جدا شكلها. وطعمها كلها على بعضها حلو جدا جدا. ويا رب ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم في تقديم الوصفات الجديدة. ويلا مع بعض نشوف شكلها عاملت زي من جوة. شايفة ما شاء الله ريحتها فزيعة. وسوخنا جدا جدا. بس انا هورها لكم عشان تشوف الحشو وتشوف الجميل. ويا رب تعجبكم ان شاء الله. كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم على الكل بازن الله. يا رب الوصفة تكون عجبتكم ان شاء الله. ولو الوصفة عجبتكم اشتركوا في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. واتمنى من كل متابعيني ان الوصفة دي تخش التحدي وتبقى واخدى عدد لايكات كتير جدا جدا. وطبعا انتم مش هتفقيلوا علي. لان انتم بفضلكم بفضل الله كبرت القناة. وان شاء الله نبقى عند حسن زمنكم. وان شاء الله وصفات رمضان السنة دي هتبقى مختلفة. وهتبقى ان شاء الله كلها جديد في جديد. وتبقى سهلة كمان. هتبقى مش هتاخد منك اي تكلفة. وكل سنة وانتو طيبين. وكان معكم امي سالم. وان شاء الله بالفعنا وعافية. اشتركوا في القناة. 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 اشتركوا في القناة.